موسيقى نطبئنا الجميع كل الشعب السوداني بأننا نعمل في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا بتوافق تام وبكل الدقة وبكل الحكمة من أجل استرداد كل أموال وممتلكات وقدرات وإمكانيات الشعب السوداني لصالح دولة الشعب السوداني أتيح الفرصة الآن لعدد من القرارات المهمة التي أنجزتها لجنة إزالة التمكين لأخي الكريم عضو مجلس السيادة الأستاذ محمد الفاكسي ليبان شكراً لسيد الفريق ياسر العطاء رئيس اللجنة اللجنة مواصلة في عمله ورغم أنه في انتغادات مستمرة ونحن في تقدير هذه الانتغادات بأن عملها بطيء ولكن نحن نعمل في كل الأيام وكما ترون أن هذا هو يوم عطلة رسمية يوم الجمعة وسنواصل أيضاً عملنا أثناء الأسابيع الغادمة يعني البلد في حالة إخلاق ولكن سنوجد صيغة نتواصل بها لأن هناك عديد من الغرارات الكبيرة جداً الأيضاً ستصدر في الأيام الغادمة يعني ما سننتهي على هذا المؤتمر هذا المؤتمر اتخذت فيه عدد كبير جداً من الغرارات استردت فيه مؤسسات وعغارات وعدنا في هذه الجولة لاسترداد الممتلكات الكبرى والمؤسسات التي تم بيعها تحت مسمى الخصخصة والتخلص من مؤسسات الغطاع العام هذه أموال دولة ولا يمكن أن نتركها وعندما قلت في الأسبوع الماضي بأننا عندما نبدأ نسترد هذه الأموال ستسمع صراخهم لأنهم عملوا طوال هذه الفترة من أجل التمكين ومن أجل استيلاء على أموال الشعب السوداني كنت عندما أطلع على هذه الملفات أتذكر دائماً الشعارات التي تتكلم عن أن لا لدنيا غدع منا وتتكلم عن أن الهجم تدعي الهجم على الإسلام وعلى المسلمين عندما تجد شخص في منظمة دعوية ويقول أن هذه المنظمة المستهدفة لأنها تمثل الإسلام ثم تفتح السجل وتجد أن هذا الشخص لديه عشرين أو ستين أو خمسين أو مئة عقار أنت تعلم أن صراخه ليس من أجل الدين وإنما من أجل هذه الدنيا نحن سوف نستعيد هذه الأموال كافة ولن نترك من ليمن واحد لأن هذه الأموال أموال الفغراء السودانيين ونحن انتدبنا لهذه المهمة ونحن فوضتنا هذه السورة لهذه المهمة ونحن لن نخون عهدنا مع السورة ومع السوار هذه اللجنة المفترعة عليها والتي تهاجم باستمرار هي لجنة نحن نعرف مركزيتها وهميتها بالنسبة لعموم السودانيين الذين ينتظرون غراراتها الآن لأن هذه اللجنة هي رمح السورة ودرعها وهي لجنة مع لجان أخرى تمثل المطلوبات السلاسة التي خرج من أجلها السودانيين الذين خرجوا أولا من أجل السلام وسكوت صوت الطلغة والحرب وثانيا من أجل تحسين أداء الاقتصادي والمستوى الاقتصادي للسودانيين وأنا أقول هذه اللجنة السالسة وهي إزالة التمكين واسترداد أموال جميع السودانيين مرتبطة بصورة أساسية باللجنتين أو بالمطلبين الأوائل سواء كان السلام لأن الحرب غامت بسبب هذه المظالم وبسبب احتكار غلة لا تتعدى الواحدة أو اثنين في المئة على مقديرات الشعب السوداني سنعيد للفقراء أموالهم وبأمر السورة وبغوة الغانون وبشرعية الغانون هذا الغانون المجاز من السلطة التشريعية أعطانا الحق في أن نطلع على كافة الملفات عديد من الغرارات التي سيتلوها الزملائي من بعد تشمل عغارات وتشمل مؤسسات كبرى وحضر معنا الاتجماع اليوم السيد وزير المالية للاطلاع على المقديرات الكبيرة التي استطاعت أن تضع عليها لجنة إزالة الدمكين يدها وستتواصل اتجماعاتنا مع وزارة المالية لأنها هي صاحبة الحق الأصيل في هذه الممتلكات التي استرديناها لأن الغانون واضح أن هذه الممتلكات تسترد لصالح وزارة المالية ونحن نعمل جميعا من أجل أن نمكن وزارة المالية ونضع كافة هذه الأموال تحت تصرفها ومن أجل تحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام أبقر عليكم غرار الرغم 165 التوصي بإلغاء سجل منظمة أنامل لرعاية المرأة والطفل هذه المنظمة حصلت على أموال من عدد من الخيرين وبدأت ببناء مستشفى ولم تكمل هذه المستشفى فواحد غرار رغم واحد أنه أولاً حلو يلغاء سجل منظمة أنامل لرعاية المرأة والطفل ثانياً الحجز على جميع الحسابات والأصول العغارية والمنقولة للمنظمة محل العغار ثالثاً تقول كل الأموال والأصول العغارية والمنقولة للمنظمة محل الغرار لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رابعاً توصي اللجنة وزارة المالية طبعاً هذه التوصية الوحيدة التي هي غير ملزمة ولكن نحن نتحدث مع إخوتنا في وزارة المالية حول أهميتها ووزارة الصحة بإكمال مشروع على المستشفى لأن هذا المستشفى لم يكمل واختفت أمواله ونحن وجهنا بفتح بلاغات في الذين تسلموا هذه الأموال وسوف نلاحقهم الذي توقف العمل به بداية أعمال التشييد على الغضاء رغم 292 مربع 2 حي الأسهري ولاية الخرطوم نحن معكم في وزارة المالية سنكمل هذا المستشفى لأن هذا المستشفى الذي تبرع بها هذا الخيرين سوف يخدم منطقة جنوب الخرطوم وعموم السودانيين الموجودين في هذه المنطقة وهي منطقة تحتاج إلى مستشفى للأطفال وعندما نجتاز هذه الجائحة سوف نجلس لإكمال هذا المستشفى بالنفير مع أخواننا في وزارة المالية ووزارة الصحة إذا لم نجد إليه الأموال سوف نستنفر السودانيين الذين خرجوا من أجل حياة أفضل بأن يكملوا هذا المستشفى هذا المستشفى وضعنا عليه يدنا وسنواصل إكماله عقب اتيازنا لجاحة كورونا أترك الأستاذ الدكتور صلاح مناء للتحدث عن الغرار الكبير حول مؤسسة الغطاع العام التي أعدناها بأمر السورة وبأمر الشعب شكرا جزيلا بل الله الرحمن الرحيم كما عودنا الشعب السوداني ونطلع عليه أسبوعيا وإن شاء الله عمل لجنة سوف يكون مستمر لإصدار قرارات تعيد للشعب السوداني أمواله وحقوقه المنهوبة القرار يتعلق بمؤسسة النقل النهري هي مؤسسة عريقة من مؤسسات السودان العريقة عمل النظام على تدمير كل القطاعات الأساسية من السكة حديد الخطوط الجوية السودانية والنقل النهري الذي كان يربط جنوب السودان بشماله ومعظم مدن السودان ومعروف تماما أن النقل النهري من أرخص وسائل النقل في العالم وتعتمد على دول كبيرة مستطين وغيره فعملهم للتمكين لأفراد محددين المؤسسة دي طبعا كانت مؤسسة عريقة تشغل عدد كبير جدا من السودانين وتعيل عدد كبير جدا من الأسر وتم الاستيلاع عليها عبر شركة عارف هي شركة كويتية وكان تم الموضوع هذا في عهد الزبير أحمد الحسن أمين العام للحركة الإسلامية ووزير المالية وهو من أشرف على ذلك وهو المتهم الأول في هذا البلاغ وأيضا علي محمود عبد الرسول كان أيضا وزير المالية وهو أيضا متهم في هذا البلاغ وأيضا عبد الرحمن نور الدين مصطفى رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام وهو معروف تم تصرف في مرافق كثيرة وتحت اسم إنها قير موجدية وهي مرافق أساسية وكانت تحطيم بقصد ومع صبغة الإسراءات الترصد لتمكين صحاب النفوذ في نظام البيت على تلك المؤسسات أيضا الشريف أحمد بدر هو أيضا متهم في هذا البلاغ وزير السسمار وعضو مجلس إدارة الشركة السودانية للنقل النهري وعضو مجلس إدارة بنك المال المتحد وعضو مجلس إدارة شركة النيل للنقل النهري طبعا تم تغيير اسم الشركة لشركة النيل وأيضا الشركة السودانية للنقل النهري أيضا ياسين حميدة إبراهيم بابكر هو مشتري أسهم في شركة عارف الكويتية أيضا أحمد مجزوب أحمد كان وزير دولة ووزارة المالية وأيضا مساهم وكان أيضا يعمل في شركة عارف وهذا كان تناقط واضح العبيد فضل المول أيضا متهم وهناك طبعا تحقيقات قامت بها عدد جهاد وخاصة النايب العام وشكرنا موصول إلى المجهود الكبير الذي يقوم بها النايب العام وظهرت في بعض الصحف النايب العام فوض صلاحياته إلى اللجنة لم يحدث ذلك لم نطلب نحن ولم يفوت صلاحياته لايب العام جهة مستقلة تعمل بصورة مستقلة تماما عن لجنتنا القرار هو رغم 168 استرداد أصول هيئة النقد النهري كما تعرف سابقا استنادا على المادة 7 الفغرة 1 با من قانون تفكيك نظام 30 يونيو وإزالة التمكين لعام 2019 وفقا للسلطات لجنت إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال نظر القرار الآتي نصه استرداد أسهم شركة عارفة الاستثمارية في شركة النيل للنقل النهري والبالغ عددها 125 ألف سهم والمسجلة باسم شركة المجموعة الدولية للتجارة والاستثمار لصارح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ثانيا استرداد أسهم الشركة السودانية للنقل النهري في شركة النيل للنقل النهري والبالغ عددها 50 ألف سهم لصارح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ثالثا استرداد أسهم شركة عارف الاستثمارية في شركة السودانية للنقل النهري والبالغ عددها 6 ألف 827 سهم لصارح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رابعا استرداد أسهم شركة رابطة الخليج والكويت القابضة في الشركة السودانية للنقل النهري والبالغ عددها 10133 سهم لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي خامسا استرداد القطع رغم 8 على 1 مربع 60 ربك والبالغ مساحتها 32 ألف متر مربع والمسجلة باسم الشركة السودانية للنقل النهري لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي سادسا استرداد القطع رغم 3 على 4 مربع 40 السوق ربك والبالغ مساحتها 44 ألف متر مربع والمسجلة باسم الشركة السودانية للنقل النهري لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي سابعا استرداد القطع رغم 55 مربع 12 الشجلة الخرطوم والبالغ مساحتها 20 ألف متر والمسجلة باسم الشركة النيل للنقل النهري لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي سامنا تسترد كل الأصول السابتة والمتحركة الواردة بالكشف المرفق لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تاسعا لا يمس هذا القرار للأحكام والأوامر القضائية الصادرة قبل صدوره عاشرا توصل اللجنة باتخاذ ما يلزم من تدابير والاستمرارية لأعمال النقل النهري وإسناد إدارة الأصول والنقل النهري لوزارة البنية التحتية وأن لا يمس هذا القرار بعقد النقل المبرمة مع القير الحادي عشر على الجهادة تصل وضع القرار ووضع التنفيذ توقيع الفريق الرقم ياسر عبد الرحمن العطى عضو مجلسيادة ورئيس اللجنة هناك كشف مرفق لكشف طبيعي طبعا لأنه تقدر ممتلكات هيئة النقل النهري بأكثر من 450 مليون دولار وبالتالي تم استعادتها كاملا إلى الشعب السوداني وإلى ولاية وزارة المالية هناك عدد من الصنادل لنقل بضايع عامة وركاب حوالي 113 صندل هناك عدد الصنادل كرين 1 عدد الجرارات 24 جرار عدد الوابرات ركاب 4 وابرات عدد الوابرات التياري 5 وابور عدد وابورات التفتيش 1 وابور عدد الوابورات السياحية 1 وابور رفاسات مناورة 2 عدد الأحواض العائمة 3 عدد الأحواض للتفتيش 1 عدد رفاسات الركاب 6 عدد البصات النهرية 7 عدد الكرينات العائمة 1 فبالتالي هناك كثير من العقارات والمنازل التابعة للمواني المصاحبة لمباني النقل النهري وتقدر هذه أصول قيمة كانت يعمل بها عدد كبير من الأسر السودانية ومن العمال السودانين وموظفين السودانين تم تصفية هذه المؤسسة بفعل فاعل والآن نهاني الشعب السوداني بينها تمت استعادة مؤسسة مهمة جدا وحيوية إلى الشعب السوداني وأعطي الفرصة للزملاي لتكملت بقية القرارات مساء الخير موسطة لعمل اللجنة وقرارات الخاص بمنظمة معارك للسلام والتنمية القرار الرقم 11 وهي منظمة تدبع لأسرة المقلوق قرار الرقم 116 استرداد موجودات وممتلكات منظمة معارك للسلام والتنمية استناداً على المادة 7 الفقرة أليف باء من قانون تفكيك نظام السلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين 2013 ووفقاً للسلطات لجنة إزالة التمكين ومحارة الفساد واسترداد الأموال نصدر القرار الآتي نسعه أولاً 1500 متر مربع هذه القطعة مقامة لها حالياً مستشفى الأمل القاس بجهاز الأمن وهي قطعة مملوكة لمنظمة معارك ومستاجرة بواسطة جهاز الأمن اتنين القطعة رقم 1025 مربع تزا كافوري مساحتها 6537 متر مربع وقف لصالح مجمع النور الإسلامي قطعة رقم 1016 مربع تزا كافوري القرطون بحري مساحتها 600 متر مربع مجمع سكني استثماري قطعة رقم 1023 مربع تزا مساحتها 600 متر مربع بناية تابقين تم تهويلها لصالح مجمع النور الإسلامي قطعة رقم 1012 مربع تزا كافوري القرطون بحري مساحتها 600 متر مربع سكني استثماري 1015 مربع تزا كافوري القرطون بحري مساحتها 600 متر مربع قطعة رقم 1013 مربع تزا كافوري مساحتها 600 متر مربع مجمع استثماري قطعة رقم 1024 مربع تزا كافوري القرطون بحري مساحتها 600 متر مربع بناية تابقين أيضا وقف لمجمع النور قضع رقم 989 مربع 9 كافوري القرطوم بحري مساحتها 3300 متر مربع مقامة لها مدرسة سانوية قضع رقم 990 مربع 9 كافوري القرطوم بحري مساحتها 2750 متر مربع أيضا مقامة لها مدرسة سانوية قضع رقم 992 مربع 9 كافوري القرطوم بحري مساحتها 4840 متر مربع مقامة لها مدرسة سانوية قضع رقم 996 مربع 9 كافوري القرطوم بحري مساحتها 2770 متر مربع مجمع سكني قضع رقم 5 مربع 1 شارع الخابة برج الخابة 10 طوابق مكتملة تشتيب وهذه البرج جاء في شارع الخابة بالقربي للممنع الخاص بالطرق والجسور ثانيا تقول وتسجل الأخارات المشارعين عليه في هذه القرارات لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ثالثا على الجهازات الصلة وضع القرار موضوع التنفيذ الفريق رق ياسر عبد الرحمن حسن العطاء ودو مجلس السيادة رئيس اللجنة بالنسبة للمدارس الأسر والطلاب لا يتضررون من هذه القرار وسوف تواصل في الدراسة بل إنه تعول الممتلكات لوزارة المالية الخرار 567 قاص بالسيد محمد نجيب الطيب محمد أثمان وهو المدير الأسبخ لشرطة ولاية الشرطة وكذلك قاص بعفرات أسرته استنادا على المادة 7 الفقرة ألف باء من قانون تفكيك نظام الثلاثين من ينو 1989 وإذارة التمكين 2019 والمادة 12 الفقرة 3 ستة ووفقا لسلطات لجنة إذارة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال نظر القرار العادي نصر أولا تستردى الأخيرات المبنية بالكشف المرفق مع هذه القرارات من الملاك المسجلين لسالح وزارة المالية والتقديد الاقتصادي ثانيا تسجل الأخيرات بإسم وزارة المالية والتقديد الاقتصادي ثالثا على الجهاز التصيلة وضع القرار موضوع التنفيذ أراضي مسجل بإسم هند مصطفى أبد الله حاشم القطعة الخرطوم بحري الرهاب رقم القطعة 238 المساحة 380 قطعة رقم 2 القرطوم بحري الرهاب رقم القطعة 234 المساحة 400 متر قطعة القرطوم بحري الرهاب 136 مساحة 450 هند مصطفى أبد الله حاشم قطعة رقم 253 المساحة 380 بإسم هند مصطفى أبد الله حاشم قطعة رقم 253 المساحة 380 أيضا بهند مصطفى أبد الله حاشم قطعة رقم 168 المساحة 375 بإسم هند مصطفى أبد الله حاشم قطع رقم 225 المساحة 380 بيسم حند أبض الله حاشم قطع رقم 174 المساحة 360 قطع رقم 151 المساحة 338 قطع رقم 201 المساحة 360 قطع رقم 200 المساحة 360 قطع رقم 277 المساحة 380 قطع رقم 230 المساحة 450 قطع رقم 171 المساحة 360 قطع رقم 298 المساحة 360 قطع رقم 191 المساحة 300 قطع رقم 278 المساحة 380 قطع رقم 317 المساحة 360 قطع رقم 166 المساحة 300 قطع رقم 135 المساحة 450 قطع رقم 172 المساحة 360 قد عرقم 229 المساحة 380 قد عرقم 177 المساحة 360 قد عرقم 224 المساحة 380 قد عرقم 227 المساحة 380 قد عرقم 298 المساحة 450 قد عرقم 223 المساحة 380 قدع رقم 325 المساحة 400 قدع رقم 251 المساحة 500 قدع رقم 169 المساحة 375 قدع رقم 199 المساحة 360 قدع رقم 89 المساحة 300 قدع رقم 228 المساحة 380 جيد عرقم مية تلاتة واربين المساحة خمسمية جيد عرقم ميتان تزاو عربين المساحة أربومية جيد عرقم واحد وستين المساحة تلتمية خمسة وسبعين جيد عرقم مية وتمانين المساحة خمسمية جيد عرقم ميتان تزاو خمسين المساحة تلتمية وتمانين جيد عرقم ميتان خمسة وثلاثين المساحة أربومية قدع رقم 11 المساحة 300 قدع رقم 144 المساحة 500 قدع رقم 152 المساحة 300 قدع رقم 232 المساحة 400 قدع رقم 175 المساحة 360 قدع رقم 324 المساحة 400 قيد عرقم 316 المساحة 360 قيد عرقم 93 المساحة 500 قيد عرقم 165 المساحة 300 قيد عرقم 156 المساحة 300 قيد عرقم 138 المساحة 300 قيد عرقم 92 المساحة 400 قدع رقم 247 المساحة 400 قدع رقم 167 المساحة 300 قدع رقم 173 المساحة 360 قدع رقم 54 المساحة 300 قدع رقم 179 المساحة 500 قدع رقم 323 المساحة 400 قد عرقم 176 المساحة 360 قد عرقم 239 المساحة 380 قد عرقم 104 المساحة 400 قد عرقم 154 المساحة 300 قد عرقم 155 المساحة 300 قد عرقم 153 المساحة 300 قد 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 ق سعرض رقم 284 المساحة 361 سعرض رقم 252 المساحة 500 سعرض رقم 88 المساحة 300 سعرض رقم 57 المساحة 300 سعرض رقم 26 المساحة 903 جيد عرقم ميتان وعربين المساحة تلتمية وتمانين جيد عرقم ميتان تلات وثلاثين المساحة أربو مية جيد عرقم ميتان سبعة وتزين المساحة أربو مية وخمسين جيد عرقم ميتان تمنية وعربين المساحة أربو مية جيد عرقم مية وعربين المساحة أربو مية عربة وتزين جيد عرقم مية واحد وعربين المساحة تلتمية وستين قد عرقم 62 المساحة 433 قد عرقم 386 المساحة 435 قد عرقم 91 المساحة 300 قد عرقم 246 المساحة 380 قد عرقم 279 المساحة 380 قد عرقم 73 المساحة 300 قطعة رقم 56 المساحة 300 قطعة رقم 385 المساحة 360 قطعة رقم 327 المساحة 400 قطعة رقم 71 المساحة 300 قطعة رقم 66 المساحة 400 قطعة رقم 258 المساحة 380 قطعة رقم 379 المساحة 360 قد عرقم 10 المساحة 546 قد عرقم 59 المساحة 300 قد عرقم 67 المساحة 400 قد عرقم 65 المساحة 500 قد عرقم 72 المساحة 300 قد عرقم 114 المساحة 320 قد عرقم 387 المساحة 490 قد عرقم 384 المساحة 360 قد عرقم 394 المساحة 450 قد عرقم 55 المساحة 300 قد عرقم 87 المساحة 300 قد عرقم 105 المساحة 400 قد عرقم 115 المساحة 475 جيد على رقم 335 المساحة 360 جيد على رقم 380 المساحة 360 جيد على رقم 242 المساحة 462 جيد على رقم 75 المساحة 300 جيد على رقم 112 المساحة 320 جيت عرقم 328 المساحة 400 جيت عرقم 336 المساحة 360 جيت عرقم 254 المساحة 380 جيت عرقم 257 المساحة 380 جيت عرقم 226 المساحة 400 جيت عرقم 63 المساحة 440 جيد عرقم أربعة وسبعين المساحة تلتمية جيد عرقم تلتمية تمانية وتمانين المساحة أربمية جيد عرقم تلتمية واحد وثلاثين المساحة تلتمية وستين جيد عرقم تلتمية وتلاتين المساحة أربمية ستة وستين جيد عرقم تلتمية تزو وعشرين المساحة أربمية واحد وخمسين جيد عرقم ميتان قمس وخمسين المساحة تلتمية وتمانين جيت عرقم 256 المساحة 380 جيت عرقم 60 المساحة 300 جيت عرقم 383 المساحة 360 جيت عرقم 333 المساحة 360 جيت عرقم 332 المساحة 360 جيت عرقم 334 المساحة 360 قطع رقم 389 المساحة 400 قطع رقم 113 المساحة 320 قطع رقم 40 أفواً المساحة 480 قطع رقم 58 المساحة 300 القطع من الرقم 1133 هي كلها باسم هند مصطفى أبد الله حاشم بحري حي الرحاب مؤسرة أيضاً لممتلكات هند مصطفى أبد الله القطع القرطوم القطع رقم الحي الدبلوماسي رقم القطع 621 المساحة 400 القرطوم بحري الفاتح مربع 4 رقم القطع 131 المساحة 500 القرطوم بحري الفاتح مربع 2 574 رقم القطع المساحة 500 القرطوم بحري الفاتح مربع 1 627 رقم القطع المساحة 500 القرطوم بحري الفاتح مربع 1 28 رقم القطع المساحة 525 القرطون بحري الفاتح مربع واحد رقم القطع 368 المساحة 500 القرطون بحري الفاتح مربع واحد 583 المساحة 525 القرطون بحري الفاتح مربع واحد 529 المساحة 500 القرطون بحري الفاتح مربع اربع 479 رقم القطع المساحة 500 القرطوم بحري كافوري مربع 4 رقم القطع 526 المساحة 750 القرطوم بحري كافوري مربع 4 رقم القطع 590 المساحة 750 القرطوم بحري كافوري مربع 4 رقم القطع 580 المساحة 750 القرطوم بحري كافوري مربع 11 رقم القطع 240 المساحة 297 القرطون بحري كافوري مربع 11 رقم القدع 242 المساهة 2288 القرطون بحري كافوري مربع 11 رقم القدع 241 المساهة 1020 القرطون بحري كافوري مربع 4-525 المساهة 750 القرطوم بحري كافوري مربع 4 رقم الجتعة 504 المساحة 600 القرطوم بحري كافوري مربع 7 رقم الجتعة 6 على 1 المساحة 427 القرطوم درة المحورية رقم الجتعة 39 المساحة 511 القرطوم درة المحورية رقم الجتعة 25 المساحة 816 القرطوم درة المحورية رقم القطع 24 المساحة 728 القرطوم درة المحورية رقم القطع 15 المساحة 641 القرطوم درة المحورية رقم القطع 40 المساحة 840 القرطوم درة المحورية 26 رقم القطع 26 المساحة 303 الخرطوم الجريف خرب مربع 84 رقم القطعة 1634 المساحة 680 الخرطوم الجريف خرب مربع 22 رقم القطعة 54 المساحة 400 الخرطوم المعالي رقم القطعة 1346 المساحة 422 رقم القطعة الخرطوم المعالي رقم القطعة 1303 المساحة 580 الخرطوم المعالي رقم القطعة 3345 المساحة 400 الخرطوم بر اللاماب مربع تزا رقم القطعة 518 المساحة 2104 الخرطوم قرب مربع 84 رقم القطعة 1360 المساحة 390 القرطوم الجرف خرب رقم الجتعة 1799 المساحة 500 القرطوم الجرف شرك رقم الجتعة 187 المساحة 884 القرطوم حية الشاتي رقم الجتعة 188 المساحة 768 القرطوم الشاتي رقم الجتعة 393 على 119 المساحة 450 القرطوم شرك الامتداد رقم الجتعة 9 على 5 المساحة 156 القرطوم بحري الوادي مربى 47 47 رقم الجتعة المساحة 650 القرطوم بري اللاماب رقم الجتعة 313 المساحة 609 القرطوم بحري بري اللاماب مربى 9 على 326 رقم الجتعة المساحة 452 القرطوم بري اللاماب مربى 9 على 354 مساحة 452 القرطوم بحري نوبل سيتي مربى 2 رقم الجتعة 545 المساحة 52 803 مقسمة هند مصطفى عبد الله حاشم تمتلك فيها 24 803 وايضا مقسمة الفراد وسجرتها سبع الف سبع الف بقية اعداء الاسرة حسب المساحة كل هذه القطع المسكورة بتخص هند مصطفى عبد الله حاشم القطع الخاص ببحري الرهاب تم جميعها منحي ايضا مواصلة للقرار القطع المسجلة بيس محمد نجيب الطيب القرطوم بحري الرهاب رقم القطع 85 المساحة 300 القرطوم بحري الرهاب رقم القطع 435 المساحة 435 رقم القطع عفوان 3 القرطوم بحري الرهاب رقم القطع 6 المساحة 300 القرطوم بحري الرهاب رقم القطع 9 المساحة 506 القرطوم بحري الرهاب رقم القطع 5 المساحة 300 القرطوم بحري الرهاب رقم القطع 97 المساحة 392 القرطوم بحري الرهاب رقم القطع 132 المساحة 380 الخرطوم بحري الرحاب رقم القطع 218 المساحة 360 الخرطوم بحري الرحاب 220 الرقم القطع المساحة 340 الخرطوم بحري الرحاب 187 المساحة 466 الخرطوم بحري الرحاب 181 المساحة 380 الخرطوم بحري الرحاب الرقم القطع 8 المساحة 426 القرطوم بحري الرحاب رقم القطعة 1 المساحة 257 القرطوم بحري الرحاب رقم القطعة 7 المساحة 300 رقم القطعة 145 المساحة 380 رقم القطعة 219 المساحة 340 رقم القطعة 183 المساحة 380 رقم القطعة 83 المساحة 300 رقم القطعة مية وتمانية المساحة تلتمية رقم القطعة مية واحدة تلاتين المساحة تلتمية وتمانين رقم القطعة مية ستة وتمانين المساحة تلتمية وتمانين رقم القطعة أربة وتمانين المساحة تلتمية رقم القطعة سبعة وسبعين المساحة تلتمية رقم القطعة سبعة وتزين المساحة تلتمية رقم القطعة واحدة وتمانين المساحة تلتمية وتلاتين رقم القطعة 193 المساحة 360 رقم القطعة 261 المساحة 340 رقم القطعة 260 المساحة 360 رقم القطعة 192 المساحة 360 رقم القطعة 194 المساحة 360 رقم القطعة 4 المساحة 370 رقم الجدعة 82 المساحة 300 رقم الجدعة 133 المساحة 380 رقم الجدعة 319 المساحة 600 رقم الجدعة 51 المساحة 320 رقم الجدعة 86 المساحة 300 رقم الجدعة 80 المساحة 327 رقم الجدعة 222 المساحة 360 رقم الجدعة 78 المساحة 300 رقم الجدعة 182 المساحة 380 رقم الجدعة 147 المساحة 320 رقم الجدعة 50 المساحة 320 رقم الجدعة 48 المساحة 320 رقم الجدعة 292 المساحة 380 رقم الجدعة 293 المساحة 380 رقم الجدعة 294 المساحة 380 رقم القطعة 295 المساحة 380 رقم القطعة 42 المساحة 320 رقم القطعة 45 المساحة 373 رقم القطعة 185 المساحة 380 رقم القطعة 319 المساحة 360 رقم القطعة 291 المساحة 454 رقم القطعة 276 المساحة 380 رقم الجدعة 274 المساحة 380 رقم الجدعة 188 المساحة 450 رقم الجدعة 43 المساحة 320 رقم الجدعة 292 المساحة 419 رقم الجدعة 318 المساحة 360 رقم الجدعة 189 المساحة 360 رقم الجدعة 24 المساحة 400 رقم الجطعة 41 المساحة 320 رقم الجطعة 190 المساحة 360 رقم الجطعة 191 المساحة 360 رقم الجطعة 95 المساحة 400 رقم الجطعة 322 المساحة 360 رقم الجطعة 46 المساحة 380 رقم الجطعة 368 المساحة 380 رقم القطع 110 المساحة 300 رقم القطع 124 المساحة 300 رقم القطع 341 المساحة 360 رقم القطع 364 المساحة 348 رقم القطع 366 المساحة 380 رقم القطع 397 المساحة 400 رقم القطع 403 المساحة 442 واربعين رقم الجتعة مئتين سبعة وثمانين المساحة تلتمية وستين رقم الجتعة اتنين المساحة تلتمية سبعة سبعين رقم الجتعة اربع واربعين المساحة تلتمية وعشرين رقم الجتعة مية المساحة اربمية رقم الجتعة مية قمسة وعشرين المساحة تلتمية رقم الجتعة تلتمية تمانية وتزين المساحة اربمية رقم الجتعة اربمية واثنين المساحة اربمية وستين رقم الجتعة مية تلاتة وعشرين المساحة تلتمية رقم الجطعة 121 المساحة 360 رقم الجطعة 338 المساحة 360 رقم الجطعة 339 المساحة 360 رقم الجطعة 358 المساحة 360 رقم الجطعة 361 المساحة 360 رقم الجطعة 362 المساحة 360 رقم الجطعة 363 المساحة 383 رقم الجتعة 365 المساحة 380 رقم الجتعة 367 المساحة 340 رقم الجتعة 399 المساحة 400 رقم الجتعة 400 المساحة 419 رقم الجتعة 401 المساحة 434 رقم الجتعة 280 المساحة 360 رقم الجتعة 49 المساحة 320 رقم الجتعة 96 المساحة 400 رقم القطع 184 المساحة 380 رقم القطع 275 المساحة 380 رقم القطع 359 المساحة 360 رقم القطع 296 المساحة 380 رقم القطع 285 المساحة 360 رقم القطع 262 المساحة 340 رقم القطع 263 المساحة 340 رقم القطع 264 المساحة 360 رقم الجطعة 119 المساحة 320 رقم الجطعة 102 المساحة 400 رقم الجطعة 106 المساحة 300 رقم الجطعة 129 المساحة 380 رقم الجطعة 98 المساحة 639 رقم الجطعة 107 المساحة 300 رقم الجطعة 109 المساحة 300 رقم الجطعة 121 المساحة 300 رقم الجدعة 101 المساحة 400 رقم الجدعة 288 المساحة 360 رقم الجدعة 320 المساحة 360 رقم الجدعة 130 المساحة 380 رقم الجدعة 99 أفواً المساحة 615 رقم الجدعة 337 المساحة 360 رقم الجدعة 360 المساحة 360 رقم الجدعة 120 المساحة 320 رقم الجتعة 221 المساحة 340 رقم الجتعة 122 المساحة 300 رقم الجتعة 103 المساحة 400 رقم الجتعة 286 المساحة 360 رقم الجتعة 340 المساحة 360 عدد الجتعة في مربع خرطوم بحري مربع الرحاب 128 باسم محمد نجيب الطيب محمد اسمان مدير الاسبخ للشرطة أيضا لديه قطع القرطوم الجريف خرب مربع 22 رقم القطع 319 المساحة 600 القرطوم بحري الجريف شرق مربع 13 رقم القطع 789 المساحة 300 القرطوم بحري الجريف شرق 789 المساحة 300 هناك أيضا قطع أخرى يواصل الزميل ودي وكما قال السيد محمد الفكي لماذا يصرقون الآن يرفع الشعب لماذا يصرقون أما المنهوب الباغي للذين يدعون أننا نواجه الدين والذين خرجوا للشعب السوداني ويكررون بأن هذه اللجنة وهذه الحكومة تستهدف قيم السماء وهم الذين يدافعون عن قيم السماء الكشف التالي لمن كان يدعي ذلك 71 قطعة مخطط كامل للمواطن السوداني عطل منان بخيت الحاج محمد القطعة الرغم 3017 المساحة 400 متر مربع عطل منان بخيت الحاج محمد مخطط نبتة مربع واحد الخرطوم بحري نبتة مربع واحد القطعة 3028 المساحة 391 نبتة مربع واحد القطعة 3037 المساحة 400 متر مربع بحري نبتة مربع واحد القطعة 3058 المساحة 509 القطعة 3049 المساحة 400 عطل منان بخيت الحاج محمد القطعة 3032 مربع واحد نبتة المساحة 400 متر مربع الخرطوم بحري نبتة مربع واحد 3034 رغم القطعة المساحة 497 نبتة مربع واحد القطعة رغم 3029 المساحة 400 متر مربع عطل منان بخيت الحاج محمد 3047 مخطط نبتة المربع واحد المساحة 400 متر عطل منان بخيت الحاج محمد نبتة مربع واحد 2990 القطعة المساحة 400 متر مربع عطل منان بخيت الحاج محمد 2991 400 متر مربع عطل منان بخيت الحاج محمد 2992 400 متر عطى المنام بخيطة الحاج محمد القطعة 3001 500 متر مربع عطى المنام بخيطة الحاج محمد 3006 400 متر نبتة مربع واحد عطى المنام بخيطة الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة 29 87 المساحة 400 متر عطى المنام بخيطة الحاج محمد نبتة مربع واحد 3004 المساحة 416 متر عطى المنان بخيطة الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة 2999 المساحة الكلية 400 متر عطى المنان بخيطة الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة رغم 3000 المساحة 400 متر عطى المنان بخيطة الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة 3008 المساحة 400 متر عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة 3002 المساحة الكلية 500 متر عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد 2997 رغم القطعة المساحة 400 متر عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد 29.95 المساحة 386 متر عطى المنان بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة 3009 المساحة 400 متر عطى المنان بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد 3012 المساحة 387 عطى المنان بخيط الحاج محمد القطعة 29.88 مساحة 400 متر عطى المنان بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد تلاتين اربعة وخمسين المساحة اربعمية متر عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد تسعة وعشر ستة وتمالين المساحة اربعمية متر عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد تلاتين واحد واربعين المساحة اربعمية متر عطل منام بخيط الحاج محمد تسعة وعشرين تسعة وتمانين المساحة اربعمية متر عطل منام بخيط الحاج محمد 3022 المساحة 464 عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع 1 3055 المساحة 400 متر عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع 1 3045 المساحة 400 متر عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع 1 القطعة 3057 المساحة 333 عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد 3052 المساحة 400 متر عطى المنام بخيط الحاج محمد 3039 المساحة 392 متر عطى المنام بخيط الحاج محمد 3025 المساحة 400 متر عطى المنام بخيط الحاج محمد 3043 المساحة 407 عطى المنام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد تلاتين تلاتة وعشرين المساحة أربعمية متر عطل منام بخيط الحاج محمد تلاتين ستة وخمسين المساحة أربعمية متر عطل منام بخيط الحاج محمد تلاتين عشرين المساحة أربعمية متر عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة تلاتين تلاتة وخمسين المساحة أربعمية متر عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد 3048 400 متر عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد 3014 المساحة 400 متر عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة 3046 المساحة 400 متر عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد 3050 المساحة 354 عطى المنام بخيط الحاج محمد أيضا القطع الرغم 3026 المساحة 400 متر عطى المنام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد القطع 3051 المساحة 396 عطى المنام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد القطع 3021 المساحة 288 عطى المنام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد القطع 3010 المساحة 400 عطى المنام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد 3035 416 متر عطى المنام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة 3042 المساحة 400 متر عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد 2996 400 متر عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة 3038 المساحة 400 متر عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة 3007 المساحة 400 متر عطل منام بخية الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة 3015 400 متر عطل منام بخية الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة 3013 المساحة 388 متر عطل منام بخية الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة 3044 المساحة 461 عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة 2994 المساحة 461 عطل منام بخيط الحاج محمد القطعة 2993 نبتة مربع واحد المساحة 400 متر عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة 3040 المساحة 393 عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة رغم 3011 المساحة 400 متر عطل منام بخيط الحاج محمد قطعة رغم 3018 المساحة 400 متر عطل منام بخيط الحاج محمد نبتة مربع واحد القطعة 30500 متر عطل منام بخيط الحاج محمد قطعة رغم 3033 المساحة 336 متر عطل منام بخيت الحاج محمد نبتة مربعة واحد القطعة رغم 3027 المساحة 390 متر عطل منام بخيت الحاج محمد قطعة رغم 3030 المساحة 400 متر عطل منام بخيت الحاج محمد نبتة مربع واحد القطع رغم 2994 المساحة 385 عطل منان بخيط الحاج محمد الخرطوم بحري المربع الحي الوادي مربع 19 المساحة 652 القطع رغم 652 المساحة 420 متر مربع عطل منان بخيط الحاج محمد الخرطوم من درمان الثورة الحارة 86 القطع رغم 41 المساحة 300 متر عطل منان بخيط الحاج محمد هذه الواحد وسبعين قطعة ستقول بمجب القرار لوذارة المالية والتخطيط الاقتصادي وهنا لا بد من الإشارة إلى بعد المعلومات والبيانات القطع التي تم استردادها من هند مصطفى عبدالله هاشم عدد القطعة في 150 قطعة في مخطط واحد هو مخطط الرحاب الخرطوم بحري مجمل مساحة 150 قطعة 68661 متر مربع عندها قطعة واحدة في مخطط نوبلز سيتي في الخرطوم بحري قطعة واحدة 52803 متر أيضا 23 قطعة في الخرطوم مساحة 13536 متر محمد نجيب الطيب محمد عثمان 129 قطعة المساحة 47100 متر بالخرطوم بحري قطعتين بمدينة الخرطوم جريب قرب مساحتهم 1200 متر عطل منان بخيت الحاج محمد مجمل القطع واحد وسبعين قطعة السبعين قطعة في مخطط واحد مساحتهم اللي هو مخطط نبتة السكني مجملا مساحة 281310 متر عطل منان بخيت الحاج محمد عنده قطعة أيضا واحدة في الثورة أم درمان مساحة 300 متر أيضا من المستردى اليوم من منظمة معارج عقارات 14 عقار فيهم عقارات مبنية وطبعا فيه برج 10 طوابق أيضا غير العقارات المبنية للطابقين ومتعدد الطوابق مجمل مساحةهم المستردى من منظمة معارج 36984 متر أرضا وبعد ذلك العمارة بتغيّم براها بكافوري بالخرطوم والخرطوم الشرك المساحة الكلية المستردى بموجب هذه القرارات في هذه اليوم 248.894 متر مربع مع الفارق في التغييم ومن مكان إلى مكان مجمل العقارات المستردى بموجب هذه القرارات التي تليت عليكم 390 غرار وطبعا أنا دار أقول سيصرخون 71 قطعة أطل منام بخيط الحاج محمد هو الأمين العام سأسبق لمنظمة الدعوة الإسلامية المحلولة لمشي لغرار الثاني عندنا قرار رغم 157 استرداد أسهم شركة الرأي العام للصحافة والنشر المحدودة استنادا على المادة 7 الفغرة 1 بأ فغرة 2 والمادة 12 الفغرات 3 و 6 من قانون تفكيك نظام السلسين من يونيو 1989 وإزالة التمكين للعام 2019 ووفقا للسلطات الممنوحة للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال تصدر اللجنة القرار الآتي نصه استرداد عدد مليون مياتنين وعشرين ألف أمية وتمانين سهم من عبد القني أحمد إدريس جبارة من أسهم شركة الرأي العام للصحافة والتباعة والنشر لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي استرداد عدد مليون 49 ألف و 430 سهم من خالد غازي صلاح الدين عتباني من أسهم شركة الرأي العام للصحافة والنشر المحدودة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ثالثا استرداد عدد 755 ألف سهم من محمد غازي صلاح الدين عتباني من أسهم شركة الرائع العام للصحافة والنشر المحبودة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رابعا على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطاء عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة وهنا لا بد أن نوضح أن هذه الأسهم المستردة تشكل نسبة 73% من أسهم شركة الرائع العام للصحافة والنشر شركة الرائع العام للصحافة والنشر هي شركة مساهمة عامة المساهمين فيها والمسجلين بسوق الأوراغ المالية 111 مساهم لكن المساهمين الأوائل هو هذه الأسهم التي تشكل 73% كانت مملوكة لحزب المؤتمر الوطني المحلول وكانت مسجلة بشركتين هما شركة الحصن وشركة الطوط وبعد هذه الثورة الباسلة والمنتصرة تم تحويل هذه الأسهم من المؤتمر الوطني للمتنازل إليهم وهم الذين شملهم قرار الاسترداد الآن اللي هما عبدالغني ومحمد وخالد غازي صلاح الدين عتباني وبالتالي نكون قد استرددنا أو استردينا 73% من أسهم شركة الرائع العام للصحافة والنشر لصالح وزارة المالية وسيظل بغية المساهمين مساهمين لأن هذه الأسهم هي من حقهم والذين اشتروها سواء كان من سوق الخرطوم للأوراغ المالية أو تداولوا فيها عن طريق الأشخاص وبالتالي لم تمس أي ملكية غير هذه الأسهم التي انتغلت بعد الثورة من المؤتمر الوطني وشركات المؤتمر الوطني للمتنازل إليهم نحن بنأكد في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ويسترداد الأموال أننا ماضون في طريقنا ولن يوقف هذه اللجنة أي عايق طالما كانت قوة الثورة هي التي كلفتنا بأداة هذه المهمة ونحن مستعدين لأن نقدم أنفسنا وكل المهج والأرواح ولسنا بأكرم ولا أشرف من الشهداء الذين قدموا أرواحهم لهذه السورة العظيمة حتى نعيش هذه اللحظات التي نعيشها الآن ونسترد فيها أموال الشعب السوداني التي نهبت طوال الثلاثين سنة الماضية وكما ذكر الإخوة رئيس اللجنة والرئيس المناوب للجنة أننا نسير في اتياه تحقيق أهداف السورة وسنسترد كل الأموال المنهوبة إن شاء الله وسنغف حجر عثرة في مواجهة الفساد وكل من نهب أموال الشعب السوداني تحت ما يسمى بمظلة التمكين أو الفساد التحية للشعب السوداني التحية لكل قوى الثورة ونحن في الطريق معا نسير والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر